السلام عليكم و محبوث بكم معي اليوم في وصفة جديدة ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير و بساحة جيدة ان شاء الله اليوم قررت نقدم لكم وصفة البدنجل طيبة في الفرعان هذه وصفة جيد سهلة انا باش نختصر الوقت و مفضول شاء لكم قطعت البدنجل طيبة و قشرته 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 البدنجل كان عندي على هذا الحجم هذا درت هنا يا ستة البدنجانات متوسطين الحجم ان شما تبقى لكم اكيد القرار بجلد الكيمية هذا البدنجل او لا زعلوك سوف يكون كله طيب في الفرعان لا سوف نستعمل ايضا فرعان غير الفرعان ان شاء الله كيف سوف نضيف عليه رشة الملح صغيرة كمية ملح صغيرة كمية ملح صغيرة رشة جلمح سوف نضيفه كما تشوفوا كما تشوفوا عندي هنا سوف نضيفه بسرفان و سوف نضيفه بالاليمنيوم و سوف ندخل الفرع سوف ندخل الفرعان مدة 15 دقيقة على نار مهيلة كي تلقي الماء اللي فيه و تقريبا نقولوا التشوالية في الفرعان و اخليكم معي بس تشوفوا تتمت المراحل ان شاء الله بعد ما اضرت البدنجان ديالي سوفان لأي منه سوف ندخل ان شاء الله للفرع على حرارة 320 درجة انا عندي الفرن الكهرباء بس و هذه هي اقل درجة و اذا كان لديكم فرن الغاز فدروا على اقل درجة على حرارة مهيلة يلا و خليكم معي فتاة الماثل ما رحي ان شاء الله سوف نوضع المدة 15 دقيقة و من بعد نشوف معكم و من بعد نشوف معكم خليتم المدة 15 دقيقة في الفرعان سوف نشوف الملحة ثم كما تشوفوا تقريب النصف طيبة الأولانية و ثم سوف نضيف عليه بقية المقادر انا حتى تدرت ما شاء الله خير الله البدنجان سوف نضيف ثلاثة حبات الماطيشة تقريب ان كل جوش و من بعد نشوف المطيشة متوسطة هنا نضيف ثلاثة كما تشوفوا انا لم اضعك ثومة سوف نضيفها كثيرا كما تشوفوا حتى ان شاء الله سوف نضيف ثومة نضيف ثومة 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 و البطل و نصف دقيتهم هنا في المهراز قمت بخلصة ريوسة ثومة كبار هو البدنجان يريد أن يضيف كيف عامة تضيف الضفئة ثومة سوف نحتاج الكركم سوف نسمع القاة صغيرة الكركم سوف نحتاج قصبر حبوب نصف ثومة تضيف المعلقة صغيرة نحتاج البابريكا تضيف المعلقة صغيرة البابريكا اضعي اكيد من السودانية السودانية اضعي رقص الاصابع اضعي الابزار سوف نضيف زيت الزيتون سوف نضيف زيت الزيتون سوف نضيف زيت الزيتون سوف نضيف زيت الزيتون سوف نضيف عبارة سوف نضيف زيته لابدين سوف نضيف زيت الفراش هذا في المنت سوف ندخل ودخل الهد 15 دقائق كيف أخبرت به 5 دقائق سوف نضيف سوف نضيف الجديد لأنه سوف تستطيع اضافة تقريبا نجد نسكة الزيت البلدية وهذه السلطة تقدم دافية خاصة في موسم الشتاء لا تقدم بردة إلا في موسم السف هذه هي الشكل النهائي للوصفة أتمنى أن أعجبكم ونجد وصفة جديدة السلام عليكم